ام حسن من العراق بارك الله فيها تسأل تقول يعني كيف تخلق المرأة من ضلع الرجل تقول أنا أكبر من زوجي كيف خلقت منه ام حسن بارك الله فيك رضي الله عنك لا المقصود ليس هذا آدم عليه السلام خلق من ايش من تراب آدم خلق من تراب طيب نحن خلقنا من تراب لا نحن أصل الخلق من تراب آدم خلق من التراب ثم أصبح بشرا سويا فالله عز وجل خلقه ثم نفخ فيه من روحه الروح المخلوقة طبعا مضافة إلى الله إضافة تشريف ثم أصبح آدم بشرا سويا وآدم خلق من طينا من تراب وماء من طين وآدم عليه السلام خلق الله عز وجل من ضلعه الأيسر حواء خلق من ضلعه الأيسر حواء فكان نائما فوجد حواء بجواره ولذلك حواء أصبحت بشرا سويا أصبحت بشرا سويا فالمقصود أن المرأة خلقت من ضلع آدم الأيسر في الأصل في الأصل لكن من حيث التناسل لا ما يمكن ولا يتصور ولا عقل هذا بارك الله فيك طيب الآن آدم خلق من تراب كما ذكرت هل بقي الجنس البشري تراب لا تحول إلى لحم وشحم وعصب ودم وهذه الخلايا إبليس عليه لعائن الله خلق من نار من لهيب النار إبليس ما بقي نار تحول إلى ذات وتناسل تزوج وتناسل ذرية الشياطين بارك الله فيه الملائكة خلقوا من نور الملائكة خلقوا من نور لكنهم أجساد وذوات تصعد وتنزل يعني لطيفة أجساد لطيفة ذوات تصعد وتنزل فأصل الخلقة أصلها نور آدم أصل خلقته تراب خلقت من ظلع آدم بهذه الطريقة بارك الله فيك